مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي فاللحينك ماللحينك يزعقوا للريح يواتي واحد من المماليك اللي حاولوا يستقلوا بمصر زمان عن الدولة العثمانية هو شيخ البلد علي بيك الكبير وده سنة 1768 ميلادي ومنع الدولة العثمانية من ارسال ولاة لحكم مصر ووقف الفلوس اللي كانت بتبعتها مصر كل سنة للدولة العثمانية وقدر انه يضم الحجاز لمصر وارسل حملة للشام بقيادة دراع اليمين محمد بيك ابو الدهب واللي كان اشتراه علي بيك الكبير ورباه وهو صغير وقدر ابو الدهب انه يحقق انتصارات كبيرة واستولى على الشام في الوقت اللي كان فيه علي بيك الكبير بيحتفل بالنصر في القاهرة اتوقف ابو الدهب عن القتال ورجع لمصر وحارب علي بيك الكبير وانتصر عليه سنة 1773 ميلادي واستولى على حكم مصر واتلقى بابو الدهب لانه كان بيرمي الدهب على الفقر في الشارع وبعت للباب العالي العثماني يطلب منه رجوع مصر مرة تانية للدولة العثمانية فوافقت الدولة العثمانية وطلبوا منه يروح يحارب والي الشام اللي اتحالف مع روسيا ضد العثمانيين واستولى على الشام وقتل ناس كتير جدا ولان الخيانة منها الخيانة قدروا انهم يرشوا الطباخ بتاعه فحطله سم في الاكل ومات في فلسطين وجابوه على مصر والدفن في المسجد ده اللي موجود قدام الجامع الازهر واللي بناب نفسه مسجد محمد بيك ابو الدهب واللي تبنى سنة 1774 ميلادي 1187 هجري وهو احد المساجد المعلقة في مصر يعني تحت المسجد دككين والمسجد عبارة عن مربع بتغطيه قبة كبيرة وفي منبر جميل ومحراب روعة ودكة المبلغ الطحفة المسجد من الناحية المعمرية جميل جدا وسهل انك توصل هناك هتركب للجامع الازهر وهتنزل قدام مسجد محمد بيك ابو الدهب مباشرة فاذا وقفت امام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال